نتحول إلى الجليل الأعلى وينضم إلينا من هناك مراسل العربي أحمد جردات مرحبا بك أحمد يبدو بأن الجبهة آخذة في التسخين شمالا في إسرائيل وجنوبا في لبنان ماذا يحدث لديك؟ يعني قبل أن دوّت صافرات الإنذار في أكثر من 90 منطقة في الجليل الأعلى ومنطقة واحدة في منطقة الجولان ولكن تتضح الصورة الآن بأن المستهدف كان منطقة جبل الجرمق الجرمق قرب صفاد تم إطلاق قرابة 30 صاروخا نحو ذلك الجبل وتلك المنطقة منها من سقط ومنها من تم إسقاطه كانت الخشية من تسلل طائرات مسيرة ولكن حاليا تم إزالة هذا الخطر من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما يعني أن الحدث انتهى في الجليل الأعلى وفي الجليل الغربي وفي هذه المناطق الحلولية ونظام الاعتراض هو منفع على صافرات الإنذار في هذه المناطق العديدة والواسعة قرب الحدود وذلك خشية من المسيرات عادة عندما يتم الخشية من تسل المسيرات يتم تفعيل الصافرات الإنذار تباعا في مناطق متتالية ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مسيرات تسللت من لبنان والحديث فقط عن صوريخ قرابة 30 صاروخا وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي أطلقت نحو جبل الجرمق في صفد وتم إسقاط عدد منها لا حديث عن إصابات ويتحدثون عن انتهاء هذا الحدث أيضا صافرات الإنذار دوت في مناطق عديدة من بينها كرمئيل صفد وجميع المناطق الحدودية دوت فيها صافرات الإنذار وسمعت أصوات الاعتراضات وأيضا الصوريخ التي سقطت في الجليل الأعلى تعتبر هذه من الرشقات الكبيرة التي تطلق في دفعة واحدة نحو منطقة حدودية منذ الثامن من أكتوبر عادة ما كان يتم إطلاق هذه الرشقات على دفعات ولكن الحديث عن دفعة واحدة وإطلاق واحد متتالي من قبل إحدى الجهات في الجنوب اللبناني حتى اللحظة ليس واضحا بعد إن كان حزب الله قد نفذ هذه عملية الإطلاق هذه أم فصائل فلسطينية وتحديدا كالتأب القسام التي نفذت كثيرا من عمليات إطلاق الصوريخ نحو مناطق في الجليل الغربي في هذه المواجهة وفي إبريل الماضي من العام الماضي نفذت عمليات واسعة قرابة 35 قذيفة صاروخية أطلقتها حركة حماس نحو الجليل الغربي وإذا عدنا إلى عام 2021 أطلقت كتاب القسام أيضا من لبنان قذائف صاروخية نحو حيفا خلال فترة هبت الكرامة لذلك ليس واضحا بعد الجهة التي تقف خلف هذا الحدث ولكن نتحدث عن تطور لافت برشقة كبيرة تصل إلى منطقة وأيضا دوي صافرات الإنذار كما قلت هو كان خشية من تسل المسايرات حاليا تتحدث الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن انتهاء الحدث بمعنى أننا نتحدث عن منطقة واحدة مستهدفة ولكن خشية من المسايرات تم تفعيل كل هذه الصافرات في هذه المناطب أنت هناك أحمد وتراقب ما يحدث على هذه الجبهة منذ بداية العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وتتابع المناوشات في إطار الرد وفي إطار أيضا الضرب هنا وهناك أريد أن أسألك من خلال هذا الرصد والقياس هل يمكن القول بأن هذه الرشقة الصاروخية هي الأولى بهذا العدد بهذا الحجم؟ يعني تعتبر من الرشقات الكبيرة ونستطيع أن نقول بأنها أقوى رشقة من ناحية عدد الصواريخ التي تطلق تباعا على منطقة واحدة كريات الشمولة تم استهدافها أكثر من مرة بإطلاق رشقات صاروخية مثلا 6 رشقات أو 10 أو 12 أو 18 مثلا في الرشقة الواحدة لم يتجاوز هذا العدد نتحدث عن 30 قذيفة صاروخية على الأقل وفق لتقدرات الجيش الإسرائيلي وهو ما يضح حادم الأكثر قوة من ناحية الاستهداف الصاروخي سهبا أنها لم توقع إصابات وسقطت أغلبها في مناطق مفتوحة ولكن تعتبر أيضا تطور لافت في الرد على ما يجري على الحدود لا سيما وأننا نتحدث محمد عن اختراق إسرائيلي للقواعد الاشتباك عندما تقصف إسرائيل البلدات اللبنانية قلب البلدات هذه الغراط الواسعة التي تعلن عنها تقول بأنها تدمر ما تزعم بأنه بنية تحتية تابعة لحزب الله أيضا محاولة إقاع وتصفية من قادة حزب الله الميدانيين ضرب أهداف إن كانت الجيش اللبناني أو مناطق مدنية في الجنوب اللبناني هناك كسر لهذه الخطوط من قبل إسرائيل وعليه ربما تعتبر أيضا كتصعيد ورد على ما تقوم به إسرائيل من تجاوز القواعد الاشتباك التي يعمل عليها منذ السامن من أكتوبي طبعا سنتابع ونرى أحمد ما إذا كان ذلك في إطار الرد أم في إطار المناوشات الاعتيادية أشكرك شكرا جزيلا مراسل العربي أحمد جردات كنت معنا من الجليل الأعلى وأنتقل إلى